يقع مركز جون هانكوك في شيكاغو إلينوي يبلغ طوله 1.127 قدم في عام 2005 كان رابع أكبر مبنى في الولايات المتحدة ويعرف باسم الجون الكبير مكون من 100 طابق متعدد لاستخدامات وبه وحدات سكنية وأخرى للشركات ومثل معظم مباني الولايات المتحدة فإن المستوى الأرضي هو أول طابق والطابق الذي يعلوه هو الطابق الثاني وهكذا وتصل إلى الطابق 100 مستوى كل دور قد يمثل عدداً صحيحاً موجب لكن مركز هانكوك يتضمن أيضاً مستوى للتجمع وهو تحت المستوى الأرضي بطابق ولأنه يقع تحت الطابق الأول فإنه يمكن أن يمثل الصفر إذا كنت تسكن في الطابق 63 فإنك على بعد 63 طابقاً من مستوى التجمع أو الصفر نلاحظ ذلك على خط الأعداد الأعداد التي على يمين الصفر هي أعداد صحيحة موجبة عند حمام السباحة في الطابق 44 فأنت على بعد 44 طابق أو وحدات من الصفر يمتد خط الأعداد أيضاً إلى يسار الصفر ليمثل الأرقام الصحيحة السالبة الأعداد الصحيحة هي الأعداد الكلية ومقابلها تتضمن بعض المباني طوابق تحت الأرض هذا المبنى يتضمن ساحة انتظار السيارات تحت الأرض وتسمى P1 و P2 ولأنها تحت الصفر يمكن التعبير عنها كأعداد سالبة على خط الأعداد P1 والطابق الأول من المبنى يبعدان نفس المسافة وحدة واحدة من طابق الصفر P2 والطابق الثاني يبعدان وحدتين عن الصفر الأعداد التي على نفس المسافة من الصفر في الاتجاه المعاكس تسمى المقابلات القيمة المطلقة هي مسافة العدد الصحيح من الصفر سواء كان العدد الصحيح موجبا أو سالبا فإن قيمته المطلقة تكون موجبة لأن المسافة لا يمكن أن تكون سالبة لذا فإن القيمة المطلقة للعدد 3 وسالب 3 هي 3 بالموجب لنطلع على أمثلة أخرى لخصائص الأعداد الصحيحة كل عام يشهد مركز هانكوك سباقاً لصعود السلالم ونصولاً إلى مكتب المراقبة يكون على المشاركين صعود السلالم من الطابق الأول وحتى الطابق 94 الطوابق بمثابة الأعداد الصحيحة أو الأعداد الكلية الموجبة إلا أن الأعداد الصحيحة الموجبة قد تستمر إلى ما لا نهاية حيث لا يوجد ما يسمى بأكبر عدد صحيح فبالنسبة لكل عدد صحيح قد تفكر به يمكنك إضافة واحد إليه والحصول على عدد أكبر بينما التي يتضمنها السباق تنتهي عند الطابق 94 ولكنها قد تبدو مستمرة إلى ما لا نهاية بالنسبة لبعض المتسابقين الأعداد الصحيحة هي الأعداد الكلية ومقابلها فهي تشمل الأعداد الصحيحة السالبة والموجبة والصفر الذي ليس بسالب ولا موجب تستخدم الأعداد الصحيحة الموجبة لعد الأشياء يمكننا عدد عدد الطوابق في السباق من 1 إلى 94 يعد المتسابقين الطوابق عند الوصول إليها بالنسبة للعديدين عند الاقتراب من القمة فإن الجرية والعدة يتباطع هذا المتسابق المنهك صعد 50 طابقاً ونصف هذا عدد مختلط فهو عدد صحيح وكسر الأعداد الصحيحة تعتبر محددات للمواقع على خط الأعداد ولكن أي نقطة على خط الأعداد يكون لها عدد يعبر عنها وأغلبها تكون بين الأعداد الصحيحة مثلاً النقطة التي في المنتصف بين 50 و 51 ستكون عدد مختلط هو 50 ونصف والمنتصف بين 50 و 50 ونصف ستكون النقطة 50 وربع أسرع متسابق وصل إلى مكتب المراقبة في 10 دقائق وهو ما يقارب 7 ثوان للطابق الواحد متوسط زمن السباق 26 دقيقة أي 17 ثانية للطابق الواحد تقريباً والآخرين حسناً كيف حالك؟ هناك أماكن قليلة في العالم يمكن فيها السكن في الطابق 92 ومن بينها مركز جون هانكوك في شيكاغو مع وجود 100 طابق معظم المبنى يقع تحت الطابق 92 لنقارن طوابق المبنى بخط الأعداد إذا نزلنا من شقة في الطابق 92 إلى متجر البقالة في الطابق 44 فكم طابقاً نزلنا؟ الأعداد المجاب والسالبة لا تمثل كمية فقط ولكنها تمثل اتجاهاً أيضاً إذن للنزول من الطابق 92 إلى الطابق 44 يمكننا طرح عدد موجب من آخر أو إضافة عدد سالب فطريقتين تعطينا نفس النتيجة 92 زائد سالب 44 يساوي 48 وبنفس الطريقة 92 ناقص موجب 44 طرح عدد صحيح يساوي إضافة مقابله لنعد إلى خط الأعداد لأن سكننا في الطابق 92 لنغير مرجعنا ونسميه صفر الآن هناك 8 طابق فوق الصفر أعداد صحيحة موجبة وهناك 91 طابق تحت الصفر هي الأعداد الصحيحة السالبة إذا انتقلنا إلى الطابق 44 فقد انتقلنا من سكننا الصفر الجديد إلى سالب 48 ومسافته من الصفر هي 48 وحدة ولكن على الجانب السالب المسافة من الصفر هي قيمة مطلقة للعدد أي أن كان الجانب الذي تقع فيه مقابل سالب 48 هو 48 إنهما يمثلان نفس عدد الوحدات من الصفر ولكن على جانبين متقابلين في اتجاهات معاكسة حفلة عيدي ميلاد منهشة إلى اللقاء ولكن إذا استخدمنا السلالم فإن الطابق 48 سيكون بعيدا جدا إن الدعائم التي على شكل حرف X في مركز جون هانكوك تجعلهم من أحد أبرز المباني في العالم وقد صمم بهذه الطريقة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة كل دور هذه الدعائم الخارجية تسد أجزاء من النوافذ هذه العوارد تعد رمزا للتميز نرى أن الأعداد الصحيحة مستخدمة إذا نظرنا إلى نوافذ المبنى في هذا القسم يوجد 8 نوافذ بين العوارد الرأسية إذا صعدنا 3 طوابق سنجد 8 أعمدة تضم مجموعة من 24 نافذة تمثل 3 في 8 إذن 24 هو حاصل ضرب العددان الصحيحان 3 و 8 ويعني أيضا أن 24 هو من مضاعفاتهما مضاعفات عدد معين هو حاصل ضرب هذا العدد في عدد كلي أكبر من صفر ويكون الناتج عدد صحيح موجب يمكن ضرب أعداد صحيحة موجب أخرى للحصول على 24 مثل 1 و 24 و 2 و 12 أو 4 و 6 إذن فإن 24 هو من مضاعفات هذه الأعداد عامل العدد الكلي هو عدد صحيح موجب يقسم عليه العدد دون وجود باقي ولأن قسمة 24 على 3 تساوي 8 بدون باقي فإن 3 هي من عوامل 24 وكذلك 8 لأنه بقسمة 24 على 8 يكون الناتج 3 بدون باقي 24 على 4 يساوي 6 إذن هذه الأرقام هي عوامل أيضا حاصل ضرب عددين صحيحين موجبين هو أحد مضاعفاتها التعرف على كمية إيجاد المضاعفات والعوامل المشتركة أمر مفيد مثلا لجمع أو طرح الكسور فأنت بحاجة إلى مقام مشترك لجمع 5 على 6 و 3 على 7 يجب أن نجد عددا يمثل أحد مضاعفات المقامين 6 و 7 6 في 7 يساوي 42 لذا نضرب البسط والمقام للكسر 5 على 6 في 7 لينتج 35 على 42 ثم نضرب البسط والمقام للكسر 3 على 7 في 6 لينتج 18 على 42 إذن 35 على 42 زائد 18 على 42 يساوي 53 على 42 ولأن البسط أكبر من المقام يمكننا أن نجعله عددا مختلط 1 و 11 على 42 الأرقام النسبية هي ناتج قسمة عددين صحيحين A على B حيث B لا يساوي صفر ولأن الكسور يعبر عنها بهذه الطريقة فجميع الكسور تمثل أعداد النسبية أي عدد كلي بالطبع يمكن التعبير عنه بوضع واحد في المقام والعدد نفسه في البسط لنتعرف على كيفية ارتباط هذه الأعداد ببعضها الأعداد الطبيعية هي مجموعة أعداد العد الأعداد الكلية هي أعداد العد والصفر الأعداد الصحيحة هي الأعداد الكلية ومقابلها وجميعها مع الكسور تمثل الأعداد النسبية انظر كيف تتضمن المجموعات الكبيرة مجموعات فرعية أصغر الآن لنبعد هذه الأعداد عن طريقنا ونستمتع بالمنظر ترجمة نانسي قنقر